سمع انفجار ضخم من سفينة على الأرجح عسكرية قبالة ساحل منطقة بلاد بناط التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال في وقت متأخر من يوم الاثنين بحسب مسؤولين ولم يتضح على الفور ما إذا كان الانفجار بسبب حادث على ظهر السفينة أو نتيجة مهاجمين قراصنة ولم يتضح أيضا ما إذا كانت السفينة غرقت بعد الانفجار أم لا